يا صباح الخير والسعادة والجمال والرزق على كل حضراتكم وسيداته والسادة مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في العالم يوم جديد ويا رب ان شاء الله يكون يومكم جميل ان شاء الله وتسعدوا كمان معنا بحلقتنا النهاردة حلقة جديدة من عشر الصبح في القالي حيكون مع حضراتكم من خلالها منفردا بكرا ان شاء الله نهواندة تكون موجودة وتنور الدنيا النهاردة بقى عندنا كلام كتير نتكلم فيه اكيد بطبيعة الحال بحكم ان احنا عندنا ماتش مهم هنتكلم بقى في كتير قوي من تفاصيل وفيه سياق حلقتنا النهاردة ولكن خلوني اقولكم ان يعني كالعادة الجزء التالي من كل حلقة من حلقات البرنامج بيكون عندنا فقرتين حوارياتين الفقرة الاولى النهاردة هتنورنا من خلالها علياء عفيفي وهي مدربة يوجا هتقدم لنا مجموعة من التمارين البسيطة السهلة المهمة جدا لمين بصفة خاصة تحديدا لكبار السن دي فقرة الفقرة التانية هينورنا فيها كابتن محمد حشيش نجم النادي لأهل السابق وطبعا حوار بقى مطول حول لقاء اليوم وحول ما هو قادم بالنسبة للنادي الاهلي من تحديات طبعا النهاردة ماتش مهم جدا قدام بيرامدس في مسابقة الدوري تعالوا نتكلم ولو لسواني كده بلغة الارقام لغة الارقام بتقول ايه بتقول ان الاهلي لعب 9 ماتشات فاز في 8 ماتشات وتعادل في مباراة واحدة وعنده 25 نقطة ده وضع الاهلي في المقابل بيرامدس لعب مباراة واحدة زيادة يعني لعب 10 ماتشات فاز في 8 وتعادل في ماتشين وعشرين نقطة طبعا الاهلي بيرامدس كل واحد فيهم يعني لم يهزم حتى الان في مسابقة الدوري والمباراة اهميتها ان هي يعني جاية بعد فوز افريقي غالي جدا وصعب جدا على المريخ السوداني بعدما المباراة طبعا راحت وجات اكتر من مرة وكمان قبل مباراة مهمة جدا وتعتبر يعني هي عنق الزجاجة فعلا في المشوار الافريقي امام سانداونز عشان كده المباراة النهاردة ماتش بيرامدس ماتش مهم جدا وليه اهمية كبيرة جدا عند كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان وفعلا هي خطوة مهمة لمواصلة الانتصارات طبعا يعني احنا اتكلمنا قبل كده كتير على ضغط المباريات ما بين مباريات محلية ومباريات قرية بجانب طبعا اللعب مع المنتخبات بكلامي طبعا بالنسبة للدوليين من اللعبين لكن خلونا نتعامل مع الموقف زي وزي اي ظرف صعب بيعدي على النادي الاهلي وبيني وبين حضراتكم اكتر الظروف الصعبة اللي عدى بها النادي الاهلي وبصراحة في معظمها بيخرج دايما الاهلي اقوى واقوى بكتير كمان وافتكر ان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسماني يعني عنده من الخبرة ما يكفي انه يقسم مجهود اللعيبة النهاردة وطبعا اكيد هيحط بقى في الاعتبار مباراة سانداونز موسماني بيتعامل مع كل مرحلة على حدة وكل بطولة بيدخلها الاهلي بيكون مركز في هدف واحد فقط وهو الفوز بالمركز الاول والتتويج بهذه البطولة ايا كانت ايه هي البطولة اللي احنا بنتكلم عليها بالمناسبة موسماني اعلن قائمة الفريق طبعا استعدادا لمباراة بيرامدز وضمت اللعيبة الاتية اسمائهم محمد الشناوي رامي ربيعة ياسر ابراهيم حمدي فتحي حسام حسن محمد شريف ايمن اشرف حسين الشحات اليو ديانج علي لطفي عمر السلية محمد مجدي افشا محمود وحيد علي معلول محمد محمود بيرسي تاو محمد عبد المنعم طاهر محمد طاهر كريم فؤاد واسمي كي سوني محمد هاني مصطفى شبير واخيرا وليس اخيرا احمد عبدالقادر الي متقلق اوي في الفطرة الاخيرة الحقيقة بالنسبة بقى للعيبة المصابين واللي طبعا بنتمنى لهم كلهم الشفاء العاجل مبارح تواجد عمار حمدي في مقر النادي بالجزيرة وادى تمرينات عليك طبيعي وكان بيتسو مسماني حريص على انه يتكلم مع اللعب ويتطمن كمان على حالته الصحية الدكتور احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي قال ان الفحوصات الطبية الاخيرة اللي اجراها بدر بنون مدافع الفريق اكدت حكته الى فترة من الراحة تصل الى شهر ونصف الشهر طبعا بسبب تدعيات اصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب المغرب في امم افريقية اللي يقيمت بالكاميرون والحقيقة كل الدنيا مفتقدة بدر بنون وجوده في الملعب والثقة اللي بيدهن حتى كمتابعين لأي مباراة هو طرف رئيسي فيها لا بيقفر الدنيا والعيب راجل بكل ما تحمله كلمة من معنى ومقاتل برضو بالمعنى الحرفي نروح بقى لموضوع تاني خالص فريق الجنباز في النادي الاهلي ناشئين تحت 15 سنة حقق المركز الاول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة الجمهورية طبعا بعد ما حصلوا على 6 ميداليات ذهبية وخمسة فضية واثنين برونزية حيث توج اللاعب شرف الدين محمد عبد الحميد بالمركز الاول في حصان الحلق والمركز التاني في حصان القبز والمركز التالت في جهاز المتوازي والمركز التاني في جهاز العقلة وكمان المركز التاني في الفردي العام كمان حقق اللاعب مازن حازم المركز التاني في جهاز الحلق والمركز التالت في حصان الحلق والمركز التاني في جهاز المتوازي والمركز الرابع في الفردي العام طبعا ما ألف مبروك لولدنا وحاجة عظيمة جدا ومشرفة ومطمئنة على اللي جاي لما احنا بنشوف لسه يعني براعب تعالوا نسموهم ولسه واصغر من كده سنا وبكتير وعلى فكرة مش بس في الجنباز في كتير قوي من الرياضات فيه خط إنتاج حاصل يا حضرات يعني فيه أجيال إن شاء الله مستقبلية واعدة جدا 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 واتطمنا على إن اسم النادي الأهلي ورايته كالعادة ستظل خفاقها إن شاء الله مبارح المجلس القومي للأشخاص زوي الإعاقة نظم مؤتمر تحت عنوان أثر الرياضة في حياة الأشخاص زوي الإعاقة موضوع مهم جدا حقيقة وشاهد طبعا هذا الحفل التكريم عدد من الأبطال الرياضيين تعالوا نشوف من خلال هذا التقرير جانب من هذه الاحتفالية ونرجع بعديا نكمل كلامنا تفضل التقدير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزوي القدرات الخاصة وقدرون باختلاف إحنا عندنا مكتب زوي القدرات الخاصة اللي إحنا بنحاوله مكتب قدرون باختلاف قدرنا أن إحنا نصل إلى 60 مركز تخاطب في ملكة الشباب مصر بالإضافة إلى البرامج الرياضية والاجتماعية الموجودة كمان اتحاد الأعقاد الزهنية بالإضافة إلى اللجنة البراليمبية دي كلها حاجات بتخلينا كمان نتكامل مع وزارة الضبن الاجتماع في الجزء التكافلي والنهاردة كمان معنا طرف آخر المجلس القومي للأعاقة وده مسمعش المستوى الدولي لكن احنا بنحب طبعا نسمي مسمياتنا اللي موجودة النهاردة بنكرم ولادي وولاد مصر البطال مصر اللي فازه في الأوليمبيكس اللي فازه في البطلات العالم ده شيء كبير جدا لكن إن شاء الله مزيد من التقدم والمساندة بدعم القيادة السياسية وعمل الحكومة المصرية سعداء جدا بالميداليات اللي حققوها على مدار الأعوام السابقة وأصبحت الرياضة حق أصيل للأشخاص دوي الإعاقة والنهاردة كنا بنتحدث أيضا عن توفير الكراسي المتحركة ليهم حتى يسهل عليهم ممارسة الرياضة مش بس الكراسي وجميع الأدوات المساعدة اللي ممكن تؤدي بيهم إلى إنجازات أكتر الحقيقة هي الرياضة من ضمن الموضوعات اللي بتساعد على دمج الأشخاص دوي الإعاقة على تحقيقهم لذاتهم على إثبات قدراتهم المختلفة خاصة لدوي الإعاقة الحركية الفعالية دي من أهم الفعاليات لتمكين الأشخاص دوي الإعاقة وأشكر سيادة الوزيرة نبين القباج للحقيقة إعلان جميع هذه الحقوق في إصدار البطاقة الخدمات المتكملة وليه حقيقة تحدي كبير جدا للحصول على خدمات الأشخاص دوي الإعاقة فبشكرها جدا بشكر سيادة الوزير أشرف صبحي وزير الرياضة لتشريف وتكريم أبطالنا من الأشخاص دوي الإعاقة الحاصلين على الميداليات الباراليمبية والفريق القومي المنتخب مصر لكرة الباسكت على الكراسي ولتأهلوا لكأس العالم أنا فخورة جدا أن أنا بمثل المرأة في المؤتمر النهاردة وبشكر كل القائمين على المؤتمر بشكر دكتور إيمان وبشكر كل القائمين على المؤتمر وفعالياته النهاردة وده حاجة إنجاز كبير لنا كسيدات مصريات إننا النهاردة بمثل المرأة المصرية في يوم المرأة العالمية حلو الحراك المجتمعي والمؤسسي ده اللي حاصل في الفترة الأخيرة تجاه زاوي الهمم والحقيقة هم يعني يستحقوا ده وأكتر من كده بكتير بس حتى على صعيد النظرة المجتمعية كتير من الناس حتى كانوا ضيوف معنا في فقرات سابقة في حلقات سابقة من البرنامج خدنا بالنا قبل كده أكتر من مرة هم نفسهم واخدين بالهم وملحظين إن فيه تغيير ولو بسيط بس فيه تغيير ما في النظرة حتى المجتمعية ليهم إحنا بنتكلم على ناس يعني ليهم كل حقوق المواطنة ناهيكم عن إن الناس دي أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى فلازم نبقى إحنا معاهم مش عليهم ونبقاش إحنا والزمن عليهم وكل واحد فينا قادر إن هو يساعد الفئة دي اللي تستحق ده وبالمناسبة الكلام ده هم يعني ده حقهم علينا ده مش تفضل مننا اتجاههم ده لازم يكون حاصل وده اللي حاصلت كتير جدا من المجتمعات فما بالكم بقى المجتمعنا احنا الشرقي اللي كله عاطفة وكله رحمة وكله إنسانية وفكرة يعني التكامل والتكافل الاجتماعي دي كل لها حاجات لطيفة جدا لما تتطبق بها على الأرض الواقعة ما تبقاش بس مجرد شعارات رنانة من تقحنك بيها كل فترة والتانية على كل الأحوال لسه عندنا كلام كتير يا حضرات لسه عندنا موضوعات وأخبار وتخطيات وإنتربيوهات هنطلع فصل سريع ونرجع نشوف بقى الدنيا فيها خليكم معنا يا أهلا مع حضراتكم مرة تانية دلوقتي زملتنا العزيزة سالة حامد موجودة في مقر نادي الأهلي بالجزيرة وعلى أتم الاستعداد أن يتعرفنا آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالنادي الأهلي وفرق المختلفة يا سهلا صباح الفل عليك تفضلي حتى سماعين صباح الخير يا كريم طبعا في البداية برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة نادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة أكيد من 10 الصبح في الأهلي وزي ما أنت قلت يا كريم بالفعل حاليا أنا متواجدة داخل المقر نادي الأهلي بالجزيرة عشان لكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرق وقل رياضية وكالعادة هنبتدي مع الفريل أول لقرة القدم اللي النهاردة إن شاء الله عندهم مواجهة مهمة ومباراة مهمة بالنسبة للاعيب النادي الأهلي مع نادي أفرامتز في المباراة المؤجلة من الجولة التمنى اللي بتويت دوري الممتاز لقرة القدم اللي هتقام النهاردة إن شاء الله في تمام السهل 8 مساء على ملعب أستاذ الأهلي والسلام كمان خليني شوية كريم أتكلم وأقول لكل جمهور عشاء الصبح في الأهلي على استعدادات في اللعب النادي الأهلي والتدريبات اللي كانت امبرح قبل بداية مباراة النهاردة مباراة بيرامتز مع نادي الأهلي يمكن امبرح لعيب النادي الأهلي ختموا استعداداتهم وتدريباتهم على ملعب مختار التيتش كمان قبل المباراة كان فيه زي فيديو ميتنج أو محاضرة فيديو ما بين مستر فيتسو موسماني الموديل الفني لفريق النادي الأهلي وجميع لعيب النادي الأهلي وكان من خلال المحاضرة الفيديو دي استعرض كل الجوانب الخططية والفنية في المحاضرة كمان من خلال المحاضرة دي استعرض فيديوهات كتيرة جدا للاعبي بيرامتز وكان بيوري لعيب النادي الأهلي الأخطاء بتاعة لعيب النادي بيرامتز واللي ممكن يستغلوها فيه المباراة عشان طبعا يحققوا الفوز ويسجلوا أهداف فيه المباراة وكمان الأخطاء اللي لازم يتجنبوها فيه المباراة اليوم عشان نفس الهدف هو تحقيق الفوز النهاردة على نادي بيرامتز ويعني يحصلوا أو حصاد لثلاث نقاط فيه مشوار نادي الأهلي فيه بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم كمان يعني بعد المحاضرة دي كان فيه فقرة إحماء وبعد الفقرة الإحماء بعد بدأوا لعبي نادي الأهلي انهم ينفذوا البرنامج الخططي خلال تدريبات الكرة وبعد كده يعني شفنا فيه المران أنه ثنائي النادي الأهلي والمدفعين أيمن أشرف وياسر إبراهيم بدأوا يشاركوا في التدريبات الجامعية مع لعبي نادي الأهلي بعد ما يعني أكد الدكتور أحمد أبعابلا طبيب الفريق جهزية الثنائي للمباراة وأنهما بيشاركوا بشكل طبيعي بعد تعافيهم من الإصابة في تدريبات الجامعية مع لعبي نادي الأهلي وكمان قبل التمرين كفيه فحص طبي لطاهر محمد طاهر نجم النادي الأهلي بعد ما اشتكى يعني من الإصابة وهي التواء في الكاحل بعد مباراة المريخ السوداني وكان فيه زي يعني فحص طبي لطاهر محمد طاهر وشارك كمان يعني جزء بسيط من التدريبات الجماعية والنهاردة ان شاء الله يعني هيتم تحديد جهازيته إنه هو ان شاء الله يشارك فيه المباراة أو لا ده بنسبة ليه لعبي النادي الأهلي والفريل الأول لكرة القدم خليه بقى انتقل واروح للألعاب الأخرى وهبتدي معك يا كريم بالفريل الأول لكرة طايرة رجال أو الماسترز اللي مبارح يعني قدروا إنه هم يفوزوا ويحققوا فوز مهمة على نادي بيترو جيت بتلتة شواط مقابل لاشئ في المباراة اللي أقيمت على صالة برج العرب في مدينة الأسكندرية في بطولة الدوري النهاردة ان شاء الله هيكونوا في الراحة سلبية من التدريبات وهيرجعوا بكرة يستقنفوا تدريباتهم عشان يستعدوا لبقية المباراة في بطولة الدوري ويمكن ان شاء الله المباراة القادمة للماسترز هتكون أمام نادي طلاع الجيش يوم السبت المقبل وهتقام على صالة هيئة قناة السويس بيئة الإسماعيلية وكمان يعني خليني أقولك يا كريم إنه الماسترز لحد دلوقتي في سلسلة انتصارات متتالية ومخسروش ولا شوط ولا مباراة في بطولة الدوري وهما حاليا على صدارة بطولة الدوري الممتاز لقراءة طايرة ده كمان بالنسبة لي فتيات الذهب أو سيدات الطايرة هما كمان في صدارة الدوري بدون خسارة أي شوط أو أي مباراة في بطولة الدوري ومبارح فازه على نادي اسبورتينج بثلاث أشواط مقابل لشيء على صالة نادي اسبورتينج والنهاردة إن شاء الله هيكونوا في راحة سلبية ويبكرة هيرجعوا للتدريبات الجامعية عشان عندهم مباراة مهمة مع نادي السيد يوم الجمعة القادمة كمان النهاردة إن شاء الله هيكون فيه مبارايتين مهمين جدا يا كريم داخل مقر النادي على صالة الأمير عبدالله الفيسل أول مباراة هتكون الساعة ستة بنسبة ليه فريق الأول لكرة السلة تحت قيادة طبعا مستر أجاصي بوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي وبعد غياب يعني لمدة تقريبا شهر بسبب توقف الدولي اللي منتخب بمصر مشاركته في تصفيات كأس العالم لكرة السلة في السنغال النهاردة إن شاء الله هتكون أول مباراة لفريق النادي الأهلي بعد غياب يعني مدة شهر هتكون أمام أصحاب الجياد في الدور التمانية من بطول التكاس مصر هتقام هنا إن شاء الله على صالة الأمير عبدالله الفيسل داخل مقر النادي وبعدها يعني بعد مباراة بساعتين الساعة 8 هيكون في مباراة لسيدات اليد مع نادي الشمس ودي هتكون مباراة السيمي فاينل أو مباراة النصف النهائي اللي بتول التكاس منطقة القاهرة لسيدات اليد وكمان النهاردة إن شاء الله رجال اليد عندهم تدريب الساعة 4 على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر عشان يستعدوا بشكل قوي للمباريات القادمة إن شاء الله في الدورة المجمعة الأولى من دور النهائي اللي بتولت الدور المحترفين لكرة اليد النهاردة يعني هيكون عندهم تمرين وبكرة إن شاء الله أول مباراة لهم في الدورة المجمعة هتكون أمام نادي سبورتينج وتاني مباراة هتكون أمام نادي الجيش وتالت مباراة هتكون أمام نادي الزمالك يوم الجمعة إن شاء الله في تمام الساعة الخمسة مساء من كده يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية طبعا أنا معك لو في أي سؤال والآن لعودة مرة أخرى للستوديو يكلم عليك يا كريم أكيد تفضل شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التخطية المتميزة ونروح بقى مع حضراتكم للصحافة الرياضية وجريدة الجمهورية حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي حتعرفنا بقى على أهم الأخبار في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة وبالمناسبة حيكون لها كمان لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي يا مريم صباح الفل عليك وصباح الفل على الأستاذ حسام وتفضله صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة ألجم هورية زي ما انت قلت بالضبط يا كريم وهيكون معنا طبعا لتحليل كل العنوين اللي معانا النهاردة صباح اليوم الثلاثاء الناقد الرياضي الأستاذ حسام الغرباوي ولكن خلينا الأول يعني نقول العنوين اللي هتكون معنا النهاردة فيه جولتنا الصحفية والبداية من الجمهورية أونلاين التحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبرميدز ومن الأخبار الأهلي وبرميدز يبحثان عن مفتاح منصة التتويج الليلة ومن الشرق الأوسط طريق ليفر بول ممهدة لتجاوز انتر وباير ميونيخ يخشى مفاجآت سالزبرج وأخيرا من كورة لابورتا لست نادما على عدم التجديد لمسي وأخطأت في هذا الأمر طبعا هيكون معانا لتحليل كل هذه العنوين الأستاذ حسام الغرباوي النقد الرياضي بجريدة الجمهورية دايما منورنا ومشرفنا على شاشة قناة نادي الأهلي أهلا وسهلا بحضرتك والزملاء في الستوديو البداية طبعا يعني مباراة الأهلي وبرميدز والتحكيم بعد الأهلان عن طاقم تحكيم اليوم مباراة هامة جدا والحقيقة أن احنا ممكن نعتبرها كمان مباراة قمة لأن يعني الفريقين بيبحثوا عن صدارة الترتيب ولكن يمكن كان فيه كمان كلام لكابتن سيد عبدالحفيد عن فكرة التحكيم وقال يمكن في المباراة الأخيرة أنه هو الحكم يعني يمكن ما شفوش من سنين طويلة كان بيحكم فيه مباريات ولكن النهاردة بعد الإعلان عن طاقم التحكيم شايف أنه يعني تحكيم مناسب طبعا البنة وحسام طاها وبقية الطاقم التحكيم حكام دوليين ومميزين جدا شاركوا في بطلات أفريقية كبيرة وليهم باع كبير جدا في التحكيم وفيه ثقة ما بيتسمع هم من ضمن الحكم ما بيتسمع اسمهم بيبقى فيه راحة نفسية للفرق المتبرى يعني في المنافسة الدوري وده بيمنح راحة نفسية للأجهزة الفنية ومن ثم طبعا المباراة بإذن الله بتخرج بشكل جيد وطبعا من غير مشاكل فإن شاء الله نتمنى بإذن الله توفيق لحكام بإذن الله يمكن الأهلي وبيرمدز النهاردة برضو عنواننا التاني مستمرين فيه الحديث عن الأهلي وبيرمدز ولقاء الليلة النهاردة الفريقين بيدخلوا في صراع يعني يمكن مدير الفني البيرمدز شايف أنه ده عنق الزجاجة طبعا بيتسمو سيماني كان عليه ضغط مباريات كبير جدا في يعني بطلتين سواء الدوري وكمان دوري أبطال أفريقيا النهاردة كمان بعدما الفريق هينتهي من المباراة يمكن الساعة عشر ومساء هيكون متواجد في المطار للسفر الضغط ده شايفوا النهاردة ممكن يأثر على الفريقين إزاي خاصة أنهم يعني ممكن يحمل كمان اللقاء مفاجآت كبيرة جدا شيء طبيعي ضغط المنافسات سواء في الدوري المحلي أو في أفريقيا بيبقى فيه ضغط نفسي على اللاعب الفريقين ولكن طبعا هم الأهلي فريق كبير وخط بطولات عالم وكاس عالم وطبعا لديه عناصر قوية جدا قادرا نهاية نهاية حق الفوز وفي نفس الوقت بالنسبة لبيرامز هينافس بقوة طبعا بيرامز عايزة حافظ على الصدارة بستة وعشرين نقطة والأهلي فريق خمسة وعشرين نقطة فطبعا المباراة هتبقى قوية جدا للغاية ولكن ما بيكون في حماسة ورغبا من اللاعبين أن هم يفوزوا بالمباراة بيبقى طبعا بيتناسوا تماما الإرهاق والجهد وده بصراحة بتمتع به اللاعبين المصرين وخاصة الفريق الأهلي اللي هو طبعا ما بيعرفش بصراحة مستحيل رغم أنه هو طبعا داخل عالم مباراة قادمة أمام سانداونز ولكن طبعا خروجه بالفوز أمام أمريخ سيداني هتدي له دفع معناوة كبيرة وأكيد هيسعب كل قوة أنه يفوز بالمباراة عشان يعود لمنصة التتويج أو منصة الصدارة الدوري وفي نفس الوقت اللي أنه طبعا عايز يحبط محاولات بيرامدز اللي هالقوية جدا أنه هو عايز يطير بالصدارة لوحده إذا فاز بالمباراة ولكن طبعا إحنا الممتع في القصة أنه هنشوف مباراة قوية جدا وهو ده اللي نتمنىه في الدوري وإن شاء الله نشوف مباراة قوية إن شاء الله يمكن برضو قصوص حسام متن الخبر كان بيتكلم عن فكرة أنه ممكن بيتسو موسيماني يحمل مفاجآت للخصم وأنه هو يكون عنده طريقة لعب جديدة أو تشكيل جديد زي ما قال كده بالضبط الخبر يعني تشكيل فراش هل ده ممكن يربك حسابات بيرامدز؟ شي طبيعي هو ده الإسلوب ده أو الإعلان عن حاجة زي كده لأن دي معناه أن موسيماني أرى جيدا فريق بيرامدز وعارف أنه بيفكر إزاي وأكيد ممكن لهو يفاجأ بطريقة لعب جديدة ولكن طبعا إحنا عارفين طريقة اللعب المتعرف عليها وأقصرها دلوقات 4-3-3 وبتتغير حسب المباراة وحسب قوتها وحسب الفريق كلما كان الفريق مسيطر على المباراة طبيعي بيلعب بطريقته المعتادة عشان ما يحصلش أصلا كمان إرباك للعبين زي ما شفنا في منتخب مصر ما بيكون لعب يتحط مش في مكانه ما بيقديش كويس فأكيد موسيماني برضو هيحافظ على كل لعب في مركزه عشان يحقق التلات نقاط ويتصدر إن شاء الله البطولة إن شاء الله ننتقل بقى للكرة العالمية يمكن ليفر بول يعني ممهد بعض الشيء لتجاوز انتر زي ما قال العنوان كمان باير مونيخ عندنا يمكن في بعض القلق من مفاجآت سالسبرج يورجن كلاب أكيد يعني حصدر لعبيه رغم أنهم كانوا متفوقين في مباراة تقال ذهاب ولكن على الرغم من كده برضو كلاب عنده أو يخشى بعض المفاجآت الممكن تحصل في المباراة شيء طبيعي دي طريقة المديرين الفنين العالميين يعني إنه هو بيحترم الخصم والمنافس للقصدر مهما كان قوته ورغم أن جميع النقاط قالوا إن فعلا طريق ممهد أمام ليفر بول خاصة إنه هو في مباراة الذهاب قدر إنه هو يحرز هدفين ويقتنس النقاط السلاس وكان نجمنا محمد صلاح أحرز الهدف الثاني فشيء طبيعي إنه هو يحافظ عليه وفي نفس الوقت رغبة صلاح وجميع زملاء إنه هم يعودوا مرة أخرى للتهديف خاصة إنه صلاح في مرة تشيلس الأخيرة في كاسر رابطة والدوري الإنجليزي ما حققش الأهدف اللي كانت المطلوبة لكن طبعا بعد الهدف في الزهاب هيحافظ طبعا على صدارة الهدفين في البطولة فإن شاء الله بإذن الله نتمنى له كل التوفيق وهنشوف مباراة قوية وده بينطبق برضو على بيرن ميونخ والفريق النمساوي وطبعا ألأ بيرن بسبب ليفاند ويسكي ما كانش في حالته القوية في آخر ثلاث موراته ولكن طبعا ده نجم كبير والبالغ من العمر 34 سنة وكان فيه ناس بتتكلم على أساس هل ممكن يستغنع عنه لا لا طبعا الفريق محتاجه جدا وده اللي قاله المدير الفني فإن شاء الله بإذن الله هيحاول بكل قوة بيرن أنه هو يرجع تاني لتقلقه ويحافظ على المستوى ومستوى التهديف من خلال لاعبيه الكباري يمكن على الرغم من مرور فترة يعني ليست بالقليلة على رحيل مستي عن صفوف برشلونة إلا أن أصداء هذا الرحيل يعني مازالت موجودة ومازال كمان الحديث عنها مستمر أخوان لابورت أتكلم يمكن كان ليه تصريحات يعني مثيرة للجدل بعض الشيء أنه هو مش ندمان على عدم التجديد لمستي على الرغم من هو أكبر على هذا الأمر كمان أتكلم عن يمكن الأزمة الاقتصادية اللي بيعدي بيها نادي برشلونة قال يعني يمكن فيه هما في مقزك وأن هما مش قادرين يعدوا ده ولكن هيعدوا ببطء خلال الفترة المقبلة شايف تصرحاته ازاي؟ شي طبيعي حضرتك قلت السبب في تصرحاته الغريبة أنه كان المفروض يخليه يتعاقد وفي نفس الوقت مش قادر ده نتيجة الحالة الاقتصادية اللي كثير من الفرق العالمية ما قدرتش أن هي تصمد أمامه فبالتالي أنه بيضطر في وقت من الأوقات أنه يفرط في أحد النجوم الكبار طبعا ده هيأثر عليه وأثر عليه بالفعل ولكن طبعا شيء طبيعي أنه هيجيب أكتر من لعب محترف هيحاول أنه يسند بفريقه إلى أجل حتى تتغير ظروف وممكن ميسي يعود تاني احنا عارفين الاحتراف مالوش سكة واحدة يعني ممكن اللعب يذهب ويعود من نفس الفريق أكتر من مرة ولكن ده شيء طبيعي لأن ميسي نجم كبير جدا وأي نادي يتمنى وخاصة برشولنا طبعا ده ناديه المحبب وأكيد الأيام القادمة إن شاء الله مع تحسن حالة اقتصادية أكيد هنشوف مفاجآت وإن شاء الله التوفيق لجميع اللعبين يعني الكبار خاصة زي ميسي يعني ومحمد صلاح وجميع نجومنا والنجوم الكبار على مستوى العالمي أستاذ حسام الغرباوي بنشكرك جدا دايما بتشرفنا وتنهارنا في جولتنا الصحفية في عشر صباح في الأن أهلا وسهلا شكرا شرفتم كريم دي كانت جولتنا الصحفية اليوم في جميع العنوين الصدرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر جارة الجمهورية نتمنى أن نكون قدمنا تحليل وافي وكافي زي ما أنت تقول بالضبط يا كريم طبعا من أستاذنا الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجارة الجمهورية وبنشكرك على التغطية الصحفية المتميزة دي زمالتنا العزيزة المريم السميح وطبعا تحياتنا للأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي طيب إحنا بالخبر ده نكون انتهينا من الجوز الأول من حلقتنا النهاردة هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل الأستاذ عليها عفيفي وهي مدربة اليوجا اللي إن شاء الله هتعلمنا كلنا مجموعة كبيرة من التمرينات المفيدة للجميع ولكنها مفيدة جدا بصفة خاصة لكبار السن خليكم معنا يهلا بحضراتكم عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي وطبعا يعني الموضوع اللي هنتكلم فيه احنا كنا الملف ده فتحنا قبل كده أكتر من مرة وكلمنا فيه كتير وكان لنا مجموعة من اللقاءات حوله وهو فكرة اليوجا وإيه أهميتها وإنعكستها الإيجابية على الصحة الجسدية وكمان على الصحة النفسية ده موضوع النهاردة بحنا نتكلم أكيد برضو حنتطرق للتفاصيل دي ولكن احنا النهاردة عايزين نعرف بالنسبة لكبار السن هل اليوجا مفيدة بشكل عام ولا لأ دي نقطة النقطة التانية في حال ما إذا لو كانت فعلا مفيدة مفيدة في إيه وإزاي وإيه التمرينات اللي ممكن كبار السن يمرسوها من غير ما يكون فيها أي خطور عليهم ولا على مفاصيلهم حضراتكم عارفين أنه فيه فئات عمرية معينة بيوفر جايل شوية يعني حبتين بيقابلين يعني للإصابة بأي شكل من الأشكال فدل حنتكلم فيه النهاردة مع الأستاذ علياء عفيفي مدربة اليوجا اللي منورانا بوجودها صباح الفول عليك صباح الفول زي حضرتك الحمد لله ليك شوقة والله نساعة بتقابلنا آخر مرة في الاستوديو الأولاني مرسي كله تمام أه الحمد لله الحمد لله طيب إحنا بطبيعة الحال أكيد حابين برضو نبتدي كلامنا بفكرة اليوجا وإنعكاساتها على الجسم لأن اليوجا الحقيقة وأكيد حضرتك قدرب مني بكتير في التفصيل لدي كان حقها مهضوم سنين طويلة في ناس كتير قوي مش فاهمها ومش بستوعبها بزبط وفي ناس بتقولك يعني إيه اللي فيها يخليها رياضة أيوة فبتيالي الوعي ده مؤخرا ابتدى يعني يعني يزيد شوية بقى ويتغير عند الناس كتير ولا إيه اللي حصل بزبط إحنا عامة أنا ما بعتبرهاش رياضة أنا بعتبرها لايف ستايل يعني لازم أستمر عليها بتحياتي الاستمرار هي مهمة جدا 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 مزيتها إن هي ما فيهاش بطولات ما فيهاش منافسة صحيح ممكن أي حد يمارسها ملهاش عمر محدد راجل ست طفل شاب يعني حد كبير في السن حد أوفرويت حد ضعيف شوية جسمانيا يعني هي تنفع أي حد في الدنيا ملهاش أي ما فيش حد ما ينفعش ملعبش يوجه يعني فيش ايدش لمت لنسبة الكبار السن خالص خالص بنتديها طالما الطفل الصغير بتادي يتكلم ويفهم ويقدر يفهم مي قدر أكتديها مع الطفل عنده خمس سنين وكلا أنا بكلمك على كبار السن لحد بأكبار السن 65 سنة و70 سنة وفي ناس بتستمر بس فت يعني مش مطلوب منهم مساء إن يكون عندهم حد أدنى مرتفع من اللياقة خالص خالص لإن كل سن وليه نوع من اليوجا ممكن نمرنوا فيها حسب الجول اللي أنا عايزة يعني لو حد كبير في السن أنا عايزة إيه غير إن هو يعني مساء ما يجلوش زهايمر إن هو مفاصله ما يجلوش التهاب مفاصل إن عضلة القلب تبقى قوية إن هو يبقى موده حلو اليوجا ممكن تفرمل شوية من تطور حالات الزهايمر آه طبعا 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 إحنا بنوصل أكسجن لكل جسمنا يعني كل خالية جواك بتتنفس معاك وحالك بتمرن مع الاستمرارية طبعا بس طبعا ده في المراحل المبكرة مش كده برضي مراحل المبكرة من الإصابة بالمرض ده آآ لا ده إحنا بدا بريفانت كمان يعني ده بيقيك من مرض الزهايمر آآ ضعف الزكرة وفي ناس أورادي إتعامل الباحثون عملوا آآ بحث عن مجموعة من الناس كانوا 25 فرد كلهم فوق 55 سنة آآ أربعة عشر منهم آآ خلوهم يمارسوا اليوجا مرة في الأسبوع وكل يوم عشرين دقيقة تأمل لمدة 12 أسبوع و11 اتعمل لهم آآ تمارين تنشيط الزكرة بعد طبعا ما كلهم اتعمل لهم فحص الزكرة في الأول عشان يشوفوا نسبة الزكرة عندهم وقوتها آآ المجموعة الأولى والتانية بقوا زي بعض يعني تنشيط الزكرة فإذا اليوجا بتنشط الزكرة زيها زي تمارين تنشيط الزكرة بتعمل مخصوص للناس دي من زاوية إن هي بتساعد على التنفس السليم صح كده؟ بالضبط التنفس ده أهم حاجة ده الكي بتاع اليوجا يعني أي حركة بعملها من غير نفس مزبوط ده مش يوجا ده ممكن نسمي أي حاجة تعمل لكن كل حركة في اليوجا اللي بنسميها بوز أو أسانا لازم يكون لها نفس مخصوص طب إيه الفرق بين اليوجا والتأمل أو الميديتيشن لا الميديتيشن ده جزء من اليوجا ده اليوجا ما ينفعشن لكن الأساس هي اليوجا يعني اليوجا جواها ميديتيشن تحت الأمريلا بتاعت اليوجا ميديتيشن أو ريلاكسيشن نحن عارفين أن الكبار السن مش يعرفوا يعملوا ميديتيشن لوحدهم لازم تكون جايدد يعني مع حد بس إحنا النهاردة ممكن نقول لكبار السن أنه هم يعملوا تمارين في البيت لوحدهم بسيطة وسهلة وتخلي كل الجونتس اللي هي المفاصل بتاعتهم والعضلات بتاعتهم تتحرم هم عادين على كورسي عادي والعايز يقف يقف زي الفوت يعني ممكن نشوف بقى يعني تورينا مجموعة أوكي أول حاجة أنا بس عايزين لما نوع لما حد تيبير في السن بقعت أو أي حد حتى لو شاب ندخل الهب شوية وسطنا الجوة يعني مبقاش فيه فراغ ما بين وسطي والكنبة أوكي لو حسيت أن أنا حيبقى فيه فراغ بين وسطي والكنبة بحط المخبز اللي أنا حتطه ورى ضهري دي أوكي أوكي طيب طيب أنا ليه بعمل كده أنا بعمل كده علشان فيه ناس لما تقعد على الكنبة تلاقي رجليها اترفعت كده فيه سبيس بين الرجل والأرض يعني فيه مسافة لسوألمسا الأرض بزبط فده بيخلي الرجل تورم شوية خصوصا مع كبر السن والأملاح والحاجات دي فإحنا دايما لو أنا لو أنا قاعدة على كنبة وحاسيت أن أنا رجلية مش طيلة الأرض يستحسن أحط مخدة تحتية أو أحط كم شلت أو حتى جفة صغيرة قدامي وأبقى فردة رجليها بقى مرتاحة بحيث أن أنا أكبر ظهري أني يبقى مفروض وقاعد قاعدة مظبوطة ده مبدأي تاني حاجة بعملها أن أنا دلوقتي عايزة إيس النفس بتاعي فأنا هعمل إيه أنا هاخد شاهيك وعد على صوابعي الشاهيك قد إيه وليكن الميليمام مثلا أربعة يعني هاخد شاهيك أربعة عدات أربعة وأحاول أخلي الأكسجين ده اللي هو الأكسجين جوه جسمي على قد مقدرة بس مش هدرك ده أنا أكتب نفسي جامد أنا مش عايزين خالص نعم بكوش على نفسنا أوكي فحكتم الأكسجين شفايا في جسمي بعدين هطلع بالراحة أولا وأنا بطلع الأكسجين من بقي بالراحة أنا عايزة أهدي الفيس ماسلز بتاعتي كمبليتلي يعني أنا عايزة أهدي عضلات الوش بتاعتي تماما فده بيقيني من إيه من نوبات الزعر اللي بتيجي دايما كمان للناس الكبار أكتر لأن إحنا كل ما كل ما بنقبر في السن كل ما بنرجع عاكننا أطفال شاهيك فالنفس ده لو اتمرنا عليه وما ينكبار السن اتمرنا عليه وما ينأخذ شاهيك بعدين أكتب شوية وزفير أد الشاهيك بالراحة وأنا مهدية كل تفاصيل وشي ومغمض عيني ومركز أنا أنا أخذ شاهيك كذا مرة وليكن خمس مرات أو أن أنا أخذ شاهيك وزفير أد بعض من غير ما أعمل ما أعمل فاصل ما بينهم أو أكتب النفس جوه أو حوش جوه شوية بس في الحالتين بيكون مغمض عيني أغمض عيني ليه علشان دايما الجسم بركز أكتر الجسم دايما في الحاضر لكن المخ دايما يا إما بيفكر في حاجة فاتت يا إما شايل هامة بكرة فأنا إهلب نفسي قوة العقل بتاعنا مخنا النفس فأنا بجيب عقلي هنا دلوقتي لجسمي عشان أركز مع نفسي مركز في أي حاجة حولي فأنا لو غمضت عيني ده هيساعد على نفسي هيساعد على الله بالضبط بالضبط فأنا بخلي الشاهيك قد الزفير وليكن نعملها خمس مرات أو لو أنا عايز أهدي أعصابي وبيجي لي نوبات زعر كتير مع كبار السنة بيجي لهم الحكاية دي كتير ممكن أاخد شاهيك وحوش شوية الأكسجين جواية وطلع الزفير وأكده أخرجه من الفم بالرحة بالضبط حقه بعد كده أنا ليه بحوش أكسجين جواية يعني إيه الفرق ما بينهم أنا عايز أستخدم أكبر ساعة من الرئة بتاعتي أعود الرئة بتاعتي أني بقي فيها أكسجين زيادة فده كمان بيقيني من أمراض حلو لما أنا بستخدم الرئة بتاعتي أو أستخدم أكبر ساعة منها معناها أن أنا لو جالي كحة مثلاً لو جات كورونا مع انتشار الكورونا تمرينات التنفس دي أنا شخصياً نفعتني جداً لما جالي كورونا فلإن بتزود الأكسجين في الدم فبالتالي الأكسجين بيوصل أحسن للمخ فلما الأكسجين يوصل أحسن للمخ وللخلايا بتاعتنا ده هيقيني بعد كده من الزهايمر جميل أوكي ايه بقى التمرينات عشان نخش إحنا اللي فات ده يعطبك أننا بنسخن صح كده اللي هو النفس اللي بناخده على أربع مرات نعملها أربع خمس مرات بنعملها أربع خمس مرات وبعدين بتنفس بسيف بريثنج عادي جداً كده ليش مشكلة ولو حد مش قادر يعد يعني مش مركز انه يعد ممكن ناخدها فري يعني أخد شهير بالضبط براحتي بالضبط براحتي طيب التمرينات بتاعتي بعد كده هبتدي تمرينات أنا أهم حاجة عندي لكبر السن مع كبر السن الكتلة العضلية بتاعتي بتقل طبع يعني لو شفنا صورة حد هو صغير غير صورة هو كبير تحس ان جسمه صغر ليه الكتلة العضلية بتصغر فأنا أنا عايزة ايه أنا مش عايزة عضلاتي تنشف مش عايزة الكتلة العضلية بتاعتي تقل فأنا عايزة أحس ان أنا مرنة المرونة بتجي من ايه أنا عاملها أركز قوي على المفاصل مفاصل بتاعت جسمي طيب أنا هركز على المفاصل هبتدي وليكن براسة برقابتي طول ما أنا شغال على رقابتي عايزة اكتافي تبقى مرتاحة على قد ماضر فأنا دلوقتي اكتافي مرتاحة وحبتدي اشتغل على رقابتي وحاخد شاهيك بس بقى الفرق من الحركة زي ما قلت لحضرتك اليوجا الحركات اليوجا واي حاجة تانية بنلعبها النفس فأنا هاخد شاهيك وأنا برفع رقابتي لفوق زفير وأنا بنزل رقابتي حركة دائرية ولا مش بالضرورة لا مش كل الناس تقدر تعمل حركة دائرية فأنا بعمل دلوقتي المينموم ريكوارمنتس للحركة وبعد كده لما حس ان انا اوكي معاها ممكن اخد كومبليت يعني دانا حسب بقى حاجة اللي موجودة عن دلوقتي حسب الليونة فأنا عشان اسهل اخد انهيل اكسهيل وقوم نازل تانية وانا بعمل كده مش عايزة اكتفي تطلع معايا انا عايزة هدي اكتفي فأبقى مركز قوي في الموضوع ده كون ان هم هيركزوا اصلا كمان في النفس مع الحركة ده بينشط جدا المخ وبيحسسك ان حضرتك فراش اكي دي ممكن اعمل انهيل اكسهيل وبعدين انهيل اكسهيل اوكي يعني شاهيق وزفير اوكي لقيت نفسي تمام باخد الدايرة كاملة شاهيق وبعدين زفير لتحت كذا مرة طب ممكن الناس يبتعمل كده تقولك انا خايف ادوخ وده حقيقي ممكن يدوخ هعمل ايه انا وانا بغمد عيني دايما عشان اركز في اخر راوند هخلي راسي كده وبعدين هرفع دماغي وافتح عيني فحلاقي نفسي ما دوختش لكن لو قعدت اعمل كده خمس مرات او ثلاث مرات والعكس مع الساعة وعكس الساعة هدوخ لان عيني هتبقى مش مركزة فانا اغمد وفي الاخر هنزل راسي تشينتو تشاست اللي هو الدقني للسدر وبعدين ارفع راسي وافتح عيني اوكي طيب انا عايز اعمل برضو تمرينات تمدد لرقابتي من الجنب وانا هنا برضو هركز ان الكتاف تبقى مرتاحة وهعمل ايه؟ هنزل رقابتي كده ممكن استعين بايدي ان انا اعمل استراتشنج كده استراتشنج اه بالضبط وقم اعمل دراعي كده فهحس بالستراتشنج في الحتة دي طبعا ونفس الكلام ان نحن لتاني طبعا انا عايز اعمل استراتشنج للحتة اللي ورا الفقرات اللي ورا اللي هي فيه ناس بيبقى عندها كمان الديسك بتاع الفقرات الرقبة فده برضو ممكن يعني يبريفانت او يحافظ علي من الموضوع ده فانا هعمل ايه؟ اكني ببص ناحية الشاست الشمال ونزل رقابتي اوي واخد هنا مثلا وليكن ثلاثة او اربع انفاس او حتى لغاية خمسة انفاس بعدين اطلع عدد دماغي وبعدين بص الناحية التانية وانزل بزاوية 45 واخد هنا كم نفس معي كل ده بيعمل استراتشات للرقبة كل دي استراتشات للرقبة وباخد لها نفس طول ما انا بقى باخد نفس انا دلوقتي باخد نفس ومركزة في رقبتي عايز مخي ميفكرش في اي حتة تانية في جسمي غير رقبتي فابقى مركزة في النفس اللي باخده ان الاكسجين ده طالع على رقبتي والاوردة اللي هنا وطالع على المخ هحس ان انا فراش ده مثلا مثال للايه؟ للحركات بتاعة الرقبة انا عايز ايه كمان؟ انا عايز الكتاف طول ما انا شغال الكتاف اركز ان الرقبتي تبقى ساعة اوكي على العكس بالمرض ممكن اعمل شاهيك وارجع لورا زفير شاهيك حركة دائرية زفير او بس بالنفس وفي حالات كتير قوي على اليوتيوب ممكن يفتحوها او حتى لو في عندهم احفاد او ابناء ممكن هم يفتحو لهم او يبعتوهم احسن يشوفوا الحركة على اليوتيوب بزبط حتى قدام بزبط شاهيك وزفير وبعدين العكس شاهيك وزفير خمس مرات وخمس مرات او حسب الكدر ايدي كده حركة تكتافي اوكي ممكن حاجة كمان وانا هنا قم شاهيك زفير مش حركة دائرية شاهيك زفير مليش دعوه برقبتي دايما رقبتي ودايما وانا حتى قاعد رقبتي لأي سن بقى لازم تكون على مستوى الحوض انا يعني ما يفعش نمسك رموبايل نبقى مين رقبتنا كده لا ده بالنسبه لي هيوجع الرقب فانا برجع رقبتي الورا وارفع شوية الموبايل على مستوى نظر حسيت ان اضرعي وجعني احط مخد على رجلي بس مهم نرفع الموبايل او الايب هاد او ايا كان لمستوى نظر نظر على فكرة التمارين دي كمان بنعملها للموظفين في الشغل اه طبعا 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 مجاتب على لابتوب والناس بنحيك جبت سريت اللابتوب اوكي فانا دلوقت ياهو شاهيك والزفير وكله من النصر اوكي الشاهيق من الانف والزفير بيكون من الانف انا بحاول اتنفس كل التمارينات بتاعتي من الانف ليه احنا اصلا مفروض بنتنفس من مناخيرنا الا لو عندنا سبب مانع ان انا اتنفس مناخيري زي مثلا حد عنده لحمية لا اسهل في اول الحوار ساعة لما اقول له حتى اوكي ده في الاول بس لكن بعد كده الشهيخ الزفير من الانف عادي انا طول حياتي لازم اتنفس من مناخيري بس اوكي لان الشعيرات اللي جوه مناخيرنا بتحمينا من الاتريبة والمتروبات اللي تكون في الجوة لكن لو فضلت تتنفس من بقي انا هتعب انا هدخل كل ده على صدري اوكي لكن فيه كيسز لازم يتنفسوا من بقهم اللي عندهم بيبقى نفية اللي عندهم لحمية بيبقى عندهم دي بيبقى كيسز اللي عنده دور برده مسكوم مش عارب تتنفس بزبط 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 فانا او بيتكلم زي احنا بيتكلم دلوقتي انا بطلع نفس من بقي وانا بتكلم خلاص اه دي كده اهو طلعت وانزلت خلاص طيب ممكن وانا هنا او معامل ايه بقى انا عايز احرك الكف بتاعي اهو بعمل كده ايدي بالراحة خالص مع الساعة وعكس الساعة اداية الاثنين افتح سابعي واقفلها انهيل اكسهيل انهيل اكسهيل لو عندنا ستراس بول اللي هي الكور اللي الدغطة ممكن اعمل كده وافتح انهيل واكسهيل وانا بشتغل كل ايد الكوع اعمل كده انهيل واكسهيل وانا بتنفس نفس منتظم احنا بغاية دلوقتي اللي بنقوله ده ماشي في كزا سكة ماشي في سكة ليونة ليونة انا بقى بالضبط انا بحرق بالضبط كل ده انا بنتنفس وانا بتحرك بس كلمة يوجا مرتبطة عند ناس كتير بس طبعا انا فهم ان احنا دلوقتي بنتكلم على كبار السن احنا بنوريهم تمارين لا ده تمارين بسيطة اوى احنا فيها تمارين كتير اوى في اليوجا احنا احنا اقولك ان الستيريوتايب اللي عنده معظم الناس نفس النمط الزهني اللي عنده ناس كتير اليوجل هيا بالواحد يبقى عادوا مربع لا ده ريلاكسيشن او مديتيشن ده حاجة تانية احنا هنتكلم فيه بعد من خلاص التمرين المهم ان انا دلوقتي بحرك الكوع بتاعي برضو مع الساعة وعكس الساعة مع النفس المنتظم كل ما مخ يشرط في حاجة بره ارجع تاني بالنفس يعني دايما امركز في حركة بطني وانا بتنفس يعني باخد شاهيك بنفخ بطني زفير بطلع الهوى كله من بطن طيب انا عندي لكي خبر مش حلو احنا عندنا دقيقتين فضلين اه اوكي طيب تحب تقولنا فيهم ايه بقى عشان نركز الكلام احب اقول زي ما انا حركت فوق احرك بس رجليه كل الجوينس لو اقدر اطلع رجليه اطلحها لو اقدر افتحرجلي شوية وانزل بس تكون رقبتي مع ظهري وانزل نفس الكلام وان بعد ما اخلص اخد نفس النفس اللي انا اخدته في اول التمرين وبعد كده خلاص انا كده خلصت التمرين اليومي التمرين ده مش مرهج خالص لاي حد طبعا طبعا وحيزود المرونة للناس كوبتو كبار السن ده الوحدي بيعمله وقعد في مكانه واسم اتحرك الوزن قل النفسية بقت حالي وحسيت ان انا هادي نقومي بقى منتظم ما بقاش فيه بتفرق في المود للدرجات دي بشكل ملموس بتفرق جدا بتبقى فراش بشكل فضيع وكمان بتدي طاقة لكوبار السن بعد كده او لأي حد بيلعبي يوجا احنا بس عشان بنتكلم في الحلقة على كوبار السن فانا بقولكم من كوبار السن لكن هي بتديهم طاقة بتحسسوا من هما فراش بتحسسوا من هما لسه بيتحركوا لا وفي مراحل سنية معينة كمان يا علياء بتايقلي يعني ان حتى الامور البسيطة اولي زي كده حتى منهم على نفسهم ان هما قادرين على ان هما يحركوا يعني جسمهم وان هما يتحركوا بالتالي يعني نفسيا برضو اكيد لها ما نقولش انا كبيرت خلاص ومش اكيد مش هعمل حاجة دلوقتي نحسن اتعب نحسن لا نافر توليت احنا لازم نتحرك لحد اخر يوم في عمرنا هذه احلى حاجة انتي ويعني نختم بيها الفترة مرسي نافر توليت فعلا نورتينة نشكرك على وجودك معنا وان شاء الله نشوفك على خير بقى في حلقات جاية بإذن الله ايه مرسي بيدا هنطلع خباص السريع يا حضرات ونرجع بقى نستقبل كابتن محمد حشيش ونفتح معا ملفات كتير ليه علاقة بالنادي الاهلي خليكم معنا اهلا بيكم مرة تانية مش هطول بقى في المقدمة وكده كده ضفنا يعني غاني عن التعريف واشهر من نار على العالم كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق اللي بيسعدنا دايما بوجود معنا صباح العالم ازاي حضرتك اخبارك انا قلت تدخل على طول بقى عشان ايه عشان نفت الضوط ايوه مضيعش وقت كتير صح كله حل يا رب دايما احسن حل احنا النهاردة ان شاء الله عندنا ماتش مهم والناس كتير جدا عادة مترقبة وتشوف يا ترى حيحصل في ايه بس انا عايز اتكلم احداك عموما قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الماتش نتكلم يعني انت شايف الاهلي ماشي عموما ازاي في الفترة الاخيرة احنا شوفنا فوزين بربعية في الدوري وشوفنا فماتش الهلال ولا كان المريخ المريخ خوز عادة يعني كان مشت لنا هنا برضو وقفة بالمناسبة فالاهلي ماشي ازاي في الفترة الاخيرة في رأيك بص هو الاهلي عموما ماشي كويس سواء في البطولة المحلية والافريقية لو هنتكلم على البطولة المحلية ما شاء الله ماشي كويس بخطة كويسة مقدم اداء كويس اسكور عالي في المباراة يمكن هو اكتر فرقة في الدوري محرزة اهداف عامل اداء على المستوى الجماعي والفردي للعيبة كويس لو هنخش على البطولة الافريقية برضو يعني ماشي كويس لغاية دلوقتي معودنا يعني مش جديدة عن نادي الاهلي في دوري المجموعات الافريقي بيبقى فيه تعصر شوية في البدايات انما النادي الاهلي احنا عندنا طبعا ثقة فيه كبيرة جدا وفي الفريق وفي الجهاز انه هو يقدر ان شاء الله يتأهل وعنده مباراتين طبعا غير سانداونز عنده مباراتين اللي هي المريخ والهلال على ارضه يقدر ان شاء الله يعدي طب تعالى بقى نروح لماتش النهاردة وبطبيعة الحال يعني المنافسة هتكون على اشدها على الصدارة طبعا هم فارقين يعني فارق عندنا ببط واحد بس وهم بس هم لعبين مباراة كمان ازياد فبردو توقعاتك ايه بالنسبة لماتش النهاردة بصة هي مباراة صعبة محطة من المحطات القوية في بطولة الدوري بيبقى فيه دايما خلال الدوري كده فيه محطات بتبقى صعبة وبتأثر على المشوار بعد كده الصعوبة جاية من ايه من قوة الخصم من قوة مش عايز اقول حساسية دايما اللقاءات مع النادي الاهلي لها خصوصية تعالى نسميها في نسبة ما قاعدة كده ايه عينها بتروح لامور معينة وفي بعض الاحيان رأكشنات معينة للعيبة معينة احنا طبعا مش يعني احنا نتكلم بصراحة من اول ما بيرامدز طبعا كان وافد جديد على بطولة الدوري بيضم اسماء كبيرة متشاطه دايما بتبقى حساسها مع النادي الاهلي خصوصا في الفترة الأكيرة كان حصل لعيبة من النادي الاهلي ولعيبة كبار ونجوم راحوا بيرامدز وحصل بموجة بجدل بالزبط كده حصل كلامه هات وخدوا كده بيرامد بيضم عناصر كبيرة نتيجة الامكانيات الكويسة بتاعت النادي فبيضم عناصر محلية قوية ومحترفين بيجيبهم على مستوى عالي دايما بيجيب مدربين متميزين واخرهم طبعا اهاب جلال من المدربين المحترمين جدا في بطولة الدوري عام الناتاج كويسة في الاندي الراحة الموتشاط دايما بتبقى من هنا بتاخد طابع الحساسية شوية والقوة طب ده ما بيشكلش ضغط الماء على اللعيبها ما بيشكلش او ما بيخلهمش متحفزين زيادة او متربسين زيادة او يعني طبعا لانهم عارفين اهمية المباراة واهمية المكسب على تحديدا فرقة بيرامد سيبك بقى من الوضع اللي احنا فيه حاليا دلوقتي ان يمكن بيرامد السين اللي فات ما كانش في المنافسة قوي يعني بيخش ضمن المربع المسم ده الوضع مختلف المسم ده بديين كويس عاملين مستويات كويسة على المستوى المحلي والمستوى الكونفيدرالية ماشيين كويس فيها فمن هنا بيكمن بقى صعوبة المباراة كمان صعوبة منافسة محلية وقرية كمان اللي هم ماشيين كويس في الكونفيدرالية والاهلي ماشي زي طبعا عندهم كريم طموح كمان لان فرقة بالامكانيات الكبيرة باللعبة الخبرات اللعبة التقيلة اللعبة مصنفة بأرقام كبيرة فكل ده الناس بتعتم عليهم طب انتوا ناقسكوا ايه عشان تجيبوا بطولة طبعا ناقسكوا الجمهور طبعا فيه اكتر من نادي في الاولى الاخيرة من غير جماهير مش نادي جماهيري او شعبي فانتوا ناقسكوا ايه عشان تجيبوا بطولة فهم بيطمحوا للبطولة سواء على مستوى المحلي او الافريقي صعوبة المباراة كمان النهاردة ان هي بين مباريات افريقيا انت لسه لاعب مباراة المريخ و 3 ايام وبتلعب النهاردة ان شاء الله وبعد كده مسافر النهاردة بالليل عشان تروح تلعب مع سانداونز المنافس التقليدي معاك في افريقيا ولنا كلام في الموضوع ده كتير طب احنا فيها احنا فيها احنا فيها او قصد ما يفعش يتقالي الاسم ده برغير ما نوقف عند الدخاء المرتقب ده كمان طبعا سانداونز طبعا فرقة قوية حصل على بطولة افريقيا قبل كده منافس دايما مع نادي الاهل ودايما بيجي الحظ خلال فترة اللي فاتت انه لازم يبقى في البطولة سواء معاك في دوري المجموعات او بتقابله في دور من الادوار قبل النهاية او كده احنا في قصد مشترك حتى الجماهير الفرقتين الموضوع اختلف صعوبة برضو المباريات بتبقى اللي اتنين كاشفين بعض قوي طبعا يعني مسلمان يحافظهم طبعا هم حافظين النادي الاهلي من تكرار المنافسات او المتشارات بينهم ومن اللي مسلماني نفسه قال لهم عليه وقت ما كان هو المدير الفني خبتح طبعا طبعا ما تنساش كمان المباريات الاولانية بكسبك على ارضك هنا وانت رح تقابله على ارضه ارضه طبعا يعني بيبقى طبعا صعبة الجمهور والارض بتلعب مع صحابها ما كانش ليها لازمة كابتن الحشيش طبعا ما كانش لي لازمة خالص اللي حصل فيها بص دايما لما بتلعب على ارضك يعني اذا ما كسبتش ما تتغلبش عشان تقدر تجمع نقاط وفي نفس الوقت ما تركبش حد عليك يعني انت ما بتبقى فرقة بتلعب فرقة في ارضها وتكسبها على ارضها ورجعلك تاني على ارضك بتبقى الثقة والاداء فبرضو مباراة صعبة جدا مع سانداونز اعتقد ان النادي الاهلي خسارته المطش اللي فات من سانداونز هيخليه نازل متحفزه ونازل مركز عشان يعوض الخسارة بتاعته انما هنرجع ونقول ان فاضل مبارتين على ارضك مريخ وهلال تكسبهم تعدي ان شاء الله يعني طب ما تجي نروح للمنتخب ونرجع للأهلي ونرجع للأهلي بس طلبة بقى يعني الموضوع اتفتح يعني وطلعنا بورة حدود الدوري المحلي لقائي السنغال وكارلوس كيروش في رأيك او من وجه نظرك هل يعني حيطعم قوام المنتخب بعناصر جديدة وخصوصا العناصر اللي تقلقت بشكل لافت للأنظار في الفترة الأخيرة زي عبدالقادل وزي كذا حد كذا اسمي يعني ولا مش بالضرورة مش شرط هو طبعا مش بالضرورة يعني هو طبعا الفرقة اللي كانت موجودة في كاس الأمم طبعا فيها حناصر كويسة جدا جدا بس الظروف حطيته بقى في موضع مختلف او مكان مختلف ان في مراكز لازم يدور برضو على البديل الكفر ومنهم طبعا حتة البكرايت لان انت معندكش برضو حتة البكرايت دي صعبة شوية وانت عندك مطشين تقال جدا يأهلوا الكاس عالم وده هدف مصر كلها يعني سيبك بقى من على مستوى الأندية اللي بنتكلم فيها أهلي زمالك بيرامدز الدوري النهاردة لسه الدوري طويل وحيخبطوا في بعض كتير انما احنا بنتكلم على مباراتين فاصلتين صعوبة المباراتين الأولاني هنا والتاني هناك برضو فلازم تبقى يعني كمان بتلعب مع فرقة بتضم لعيبة على مستوى عالي جدا لعبوا كورة حلوة جدا استوى الجماعة وفردي موجود استنائي ساد يوماني قدام محمد صلاح دربي خاص بينهم يعني الاثنين فاهمين بعض كواس قوي الاثنين من أحسن لعبت العالم حتى شوات شطات كده كتبه كان كمان يلعب بالضبط كده فهو دي بقى مباراة جانبية بينهم كل واحد اكيد من جواه عايز يثبت جدارته عايز المنتخب بتاعه يتأهل لكاس العالم لان برضو لو عايز يرجع للليبرفول هو رفع رأسه طبعا يعني المرة اللي فاتت رجع والدنيا مشت كده بعد الامم الإفريقية بس كان لقطة حلوة منه برضو من ساد يوماني ساعة احتراما لمشاعده اصلا هو في الاول وفي الاخر يعني زمايل وده مطش وبطولة وعدة الدنيا ما انتهيتش لسه بيتمرنوا مع بعضه كل يوم بيلعبوا مطشيات عندهم هدف برضو على المستوى الاحتراف الاثنين ان هما الفرقة بتاعتهم برضو تكسب دوري وتكسب بطولة أوروبا كتيبة من المحترفين برضو غير بقى عناصر القوة الكلاسيكية اللي طول عمرها موجودة عند الشعب السنغالي حتى بعيدة عن المنتخب يؤما مميزين بالياقة وقوة ورشاقة وطول وبعدين دايما المنافسات يعني طول العمر وتاريخ الكورة في افريقيا بيبقى فيه فرق يعني هي الفرق الاقوى في القارة ودايما المنافسات سواء على مستوى انديتهم او المنتخبات بنفسه بعض مصر وسنغال مصر ونجيريا شمال افريقيا في غانا يعني دول معانا كده هي اللي بيبقى فيها دايما اللعيبة الكويسة والاسماعي الكبيرة والتاريخ الكبير حتى لو بيلعبوا في الدوريات الاوروبية بيبقوا دايما منورين طبعا طبعا زي ما بنقول مثلا على اسماعيل اللي بنتمنى له طبعا ان هو ربنا يكرمهم بقى ويعدوا الفترة دي الفترة دي تعب الحياة الكل يعني موطن الكورة او اللعب الحلو مثلا في مصر نادي الاسماعيلي واشبال الاسماعيلي برازيل مصر زي برضو ما على مستوى افريقيا غانا برازيل افريقيا نجيريا السنغال ساحل عاج فيه فرق اديمة موجودة في القارة عندها تاريخ كبير فصعوبة المباراة ان برضو تاريخ بلعب تاريخ الاهم من كده كمان ان دايما قيمة اللعبة وبتبصلها وبترفع من اسهمهم اوي هو الوصول لكاس العالم يعني ويمكن صلاح تفري معه اوي حتى انه يوصل المنتخب يعني وصل المنتخب بتاعنا لنهائي امم افريقيا وان شاء الله يوصلنا لكاس العالم ويلعب في كاس العالم دي تتحسب له وياخد بيها درجات تؤهله انه هو طبعا ان شاء الله بإذن الله بأحسن لعب في العالم هياخد الجايزة يعني ان شاء الله طيب على ذكر بقى المحترفين واللعيبة الدوليين البعض من الناس بيرى ان بتكلم بقى على لعبتنا احنا الدوليين ان من وجهة نظرهم ان الكل بدون استثناء كل من هو لعب مصري دولي وهو بيلعب مع فرقته اللي هو محترف فيها في الدوري الاجنابي اللي هو محترف فيه يبقى احسنها بيبقى بيولع الديني وبيجي عندنا ما بيبقاش بنفس القدر من الكفاءة ولا نفس القدر من العطاء الكلام على الكل بدون استثناء بما فيهم محمد صلاح شخصيا بص انا ما اعتقدش لان يعني زي ما لسه بكلمك بقولك ان صلاح يفرق معاقى وان الفرقة تتأهل وتلعب كاس عالم ويلعب في المنديال الجديد دي حاجة بتتحسبله وبتزود من قيمته ممكن يبقى لغياب هارموني ما مطلوبة وما بينه وما بين بقيت اللعب وارد يا كريم لان انت برضو اللعيبة دي بتتمرر مع فرقها كل يوم وبتدخل في بطولات سواء دوري وكاس ففيه انسجام وفيه تجانس المنتخب مهما تجمع بيتجمع على فترات ويمكن احنا بالتحديد الفترات اللي فاتت كان فيه شوية قلق في العالم كله من ناحية كورونا وكان صعب الناس بتيجي وبتروح فكان التجمعات قليلة جدا ولو جمعوا هيتجمعوا مثلا ايه اربع تيام او اسبوع معسكر بتبقى العملية برضو ايه صعبة مش زي انا بنزل يعني مثلا لو شفنا مثلا لعيبة النادي الاهلي افشا وعمر السولية برضو في النادي الاهلي في وسط فرقته غير برضو ما بيروح المنتخب اه بيروح بيتقلقوا كل حاجة بس مش بنفس الاريحية في فرقته بس شفنا شفنا شغل عالي في كودو بوار المتشاط الاخيرة هم غيروا الصورة خالص الصورة للأسف اللي بدأنا بيها البطولة ومباراة ناجيري اول مباراة ودت الناس في حتة بعيدة خالص يعني اكدت الكلام ودت البلد كلها يعني لسينا بقى المنتخب بلعبته وركزنا بكيروش بس كده وايه التبديلات دي وايه التمركزات اللي غعجيبة انت كنت رايح بطولة الامة الافريقية انا بكلم كجمهور بقى يعني ورا فرقته الان من النتائج ومن برضو الوضع بتاع كاس العرب والتبديل والتوافيق والحاجات اللي اختلفت وبنشوف لعيب كويس ماتش وركز كثيرا هي تسد نفس الشعب كبير خالص لعيبة ظهرت كمان بمستوى كويس فوجئنا ان هما مش موجودين في المنتخب في امم افريقيا فانت رايح وانت الان فلما تيجي كمان البداية مع نيجيريا وماتش مش خسارة يعني ده خسارة في كل حاجة خسارة نفسية واداء ونتيجة وكل حاجة فعملت عملية احباط للجمهور واكدت معتقدات الجمهور بالنسبة الكيروش والمنتخب خلينا بقى في حالة الاحباط دي هنبدأ المحباطين كده لو انت كابتن سواني بس نطلع يعني فاصل ونرجع ان شاء الله نطلع من حالة الاحباط يا اهلا بديكم مرة تانية رجعنا عشان نكمل كلامنا مع كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق وكنا قفنا في الكلام عند حالة من الاحباط نحن نتعدها بقى دلوقتي خلاص بكتير قوي راحت اكتر من مرة كاس عالم فانت خلاص دلوقتي حسيت من المرة اللي فاتت انك بقى لا خلاص لازم يبقى موجود في كاس عالم لازم ميجي بقى شهر ستة ده هنقعد والتلفزيونات والشاشات في الكافيهات عشان نتفرج على فرقة مصر فالتركيز كبير واحنا شفنا يمكن من اربعة ايام كيروش قال للعيبة انا بطلبكو بالتركيز من دلوقتي لغاية يوم 25 اللي هي المباراة الاولى بتاعت السنغالي على ذكر كيروش يعني لو رجعنا بالزمن اللي ورا كده ايام كابتن جوهري وكابتن حسن شحاتة كانت من الامور اللي دايما بتبقى ملفتها للنظر ان هما الاتنين الحقيقة كانوا بيستعينوا بقى عناصر خارج بقى اطار الاهل والزمالك طبعا معوجود عناصر مهمة من الفريقين طبعا طبعا بس اناصر يقولك ان هو ايه كان كانت عينهم بتروح للعيبة المميزة في فرق تانية غير الاهل والزمالك صحيح مهما كان اسم الفريق ده صغير صحيح مهما كان ترتيبه في الدول صحيح صحيح ده حاصل الى حد ما مع كيروش بالزبط كده بالزبط كده شوفنا نوعات لعيبة يعني بنشوف طلاع الجيش منها مهند لاشين شوفنا اكتر من واحد من فيوتشار من كذا من كذا ودي في حد ذاتها برضو دي بتدي طموح لبقية الفرق واللعيبة ان هو يبقى عنده طموح ان يروح منتخب مصر ونبقاش يعني غريبة عليه باختلاف برضو زمان برضو كنت برضو التركيز كان على اهلي وزمالك ما كانش يوم ما يبقى فيه لعيب يبقى يعني حاجة ما حصلتش ان احنا بنشوف اكتر من من لعيب فاكتر من نادي موجود فيه المنتخب دي حاجة برضو كويسة لو هنرجع برضو للحتة بتاعت عناصر جديدة في المورال القادمة اعتقد ان ممكن يبقى فيه بكرايت ممكن لازم بقى موجود برضو تحسبا لأي ظرف لان مطشين ورا بعض على طول مطشين المفروض بتدي عندك كل القوة كل الحماس حيبقى على ضغط عصبي كبير وارد لقدر القصبات فلازم انت تبقى جاهز لان مفيش مجال للتعويض يعني دقيقة بديقة في المباراة تسعين دقيقة كذلك برضو اعتقد ان هو ممكن يعني كنا مفتقدين في كاس الامم عنصر في نص الملعب اللي هو بيعمل الفارق ان هو اللي بيستحوز على الكورة اللي هو اللي بيلعب الناس اللي هو يقدر يرقص واحد على واحد ويخلق المساحات لان اللعب اللي هو الاتوماتيك يمين وشمال واستحواز بس مفيش اختراقات بتلاقي اللعبة متكتلة قدام ال 18 بتاعها انما اللي بيعمل الفارق ان يكون فيه لعيب زي احمد عبدالقادر كده من النادي الاهلي عنده الحتة دي كويسة قوي انه بيقدر يعدي يا كريم ويخلق مساح فمحتاج انت عنصر زي ده وخد خبرات دلوقتي مع النادي الاهلي ومستوى الحمد لله وصل لمستوى كويس سواء بدني او فني مباراة برضو افريقيا اللي ابتدى يلعبها مع النادي الاهلي بتديه الخبرة الدولية فاعتقد ان انت محتاج واحد زي احمد عبدالقادر احنا محتاجين كل العناصر وكل التكاتف ما بين اعلام والتحاد كورة طبعا وجماهير كل الناس وراء متخب مصر لان انت تخيل انت يعني انا ما اعتقدش لقدر الله لو خرجنا مثلا من التصفيات او ما تأهلناش حدا هيبقى له نفسي يتفرق بقى على دوري والدوري يكمل بقى الغد شهر الثمانية وتلاقي كاس العالم شغال وانت بتتفرج على متشارات دولي بس كده وكاس العالم في اخر السنة هبقى 12 شهر 12 بقى كاس العالم لا كاس العالم شهر 6 كاس العالم 6 متأكد بالحكاية بتهيقى ان هو في اخر السنة عشان هو هيبقى مامول في قطر عشان الحالة الجوية كمان وقتها وكان في فكرة للقصة دي بس معرفش هل حسموها ولا لا هو على حد علمي ان الموضوع اتحسن في الفترة الاخيرة لشهر 12 بالزبط كده وبعدين انت هتتأهل من شهر مارس وتقعد لغاية شهر 12 يعني برضو ماشي نقعد نقعد طبعا اهلني بس ولا هعد صحيح صحيح الفيرامتز واللقاء النهاردة انا عارف طبعا ان حضارك بشكل عام يعني وشأنك في ذلك شأن كتير حتى من المشجعين بعيدا من يكونك كنت لعبين الانثقة في لعبتنا وقدرتهم على التعامل مع كل اشكال الضغوط مهما كانت درجة قوة الفريق المنافس ومع هذا اكيد الامر برضو لا يخلو من بعض التخوف لا مليون مليون في المية فيه اولا زي بقولك حساسية اللقاء دايما بيرامتز بلعب قدام النادي الاهلي بكل قوته السنادي زي بقولك هو بينافس فمن حقه برضو هو انه هو يكسب النادي الاهلي عشان يفرق عن النادي الاهلي وطموح مشروع وزي بقولك اثبات وجود العناصر الكبيرة اللي موجودة في بيرامتز مع طبعا المدرب على المستوى عالي عندهم طموح عندهم مصدر الخطورة موجود في الفرقة عندهم لعيبة عندها خبرات وعندهم لعيبة شباب يجمعوا بين الشباب والخبرة في كل مركز على الاقل واحد او اثنين لعبة خبرات يعني لو مسكنة مثلا الديفنس مثلا عندك احمد فاتحي وعندك علي جبر وفي احمد سامي عندك نص الملعب عبدالله سعيد طبعا لعب كويس والناس طبعا يعني عارفة كده كويس بيقدر يتحكم في رتم الاداء بتاع اي فرقة لما بيبقى موجود عندهم لما بيبقى فايق كمان لما بيبقى فايق وطبعا اللي ما بيفوقش بيفوق قدام النادي الاهلي صحيح لانه عايز يثبت ده المتواف بيصحح بيصحح اي حد المصاب بيخف الدنيا كلها الحماس يعني تلاقي فرق مثلا مغلوبة من فرق اضعف منها وتيجو قدام النادي الاهلي لانه هي عارفة ان المباراة دي هي مباراة الموسم بالنسبة لها ومتشافة وعليها على عين والصحافة والتغطية والناس بتقيم وناس بتسوق لنفسها وناس كذا وكذا عندك في نص الملعب زي ما قلنا دونجا عبدالله السعيد إبراهيم عادل من اللعيبة الوعدة جدا اللي برضه من ضمن الناس اللي ممكن كيروش يفكر فيها في المرحلة المبارتين السنغال عندك وادي الرسل للحربة تراوري يعني فيه اسماء كبيرة وكتيرة وعندهم دكة كمان قوية المقابل بقى النادي الاهلي ده النادي الاهلي بطولة المحببة بطولة الدوري اللي دايما على طول طبعا بيحرز البطولة عنده هدف انه يستمر على الصدارة لانه بتدي بتديله اريحية كمان مع مشوار افريقيا اللي جاي مايبقاش بيلعب وهو تحت ضغط على طول يقدر يرايح ناس هل كابتن إيهاب جلال وكابتن موسيماني يعني وبيتسو موسيماني هما الاتنين يعني ممكن يلجأوا ان هما يريحوا عناصر معينة عندهم عشان مشاركتهم الافريقية القادمة يعني مثلا هل موسيماني ممكن يريح عناصر معينة من لعبة النادي الاهلي النهاردة عشان يبقوا اكثر يعني تأهيلا لقاء سانداونس بص هو دي النقطة بقى اللي لازم نتكلم فيها ودي ترجع لمدرسة المدرب نفسه انت عندك مباراة قوية جدا مع سانداونس برا محتاجة لعبة مرتاحة قبل ما تبقى لانه كل لعبة النادي الاهلي لعبة كبيرة وعندها خبرات ومستويات عالية بس مين اللي يبقى بقى مريح لانه برضو ضغط مباراة خلال الفترة اللي جاية وزي ما قلنا النهاردة هيلعبوا مباراة قوية جدا ويسافروا على طول عشان يروحوا مشوار كبير لسانداونس فهل هو هيريح بعض الناس عشان المباراة بتاعت سانداونس ولا هيلعب بالفول تيم النهاردة لانه برضو ما هقصديه بطولة ودي بطولة والاتنين اكبر من بعض لو حضرتك كنت مكانه كنت هتتفرر في الزي انا 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 في رأيي هلعب بكل قوتي النهاردة وهلعب بكل قوتي الفترة اللي هي المباراة سانداونس والاتنين بقى بيرجع بقى لشطارة الاجهزة اللي هي الطبية فيها موضوع الاستشفاء واقدر على حسب نتيجة برضو اللقاء يعني انا ابتدي بقوتي وعلى حسب نتيجة اللقاء ممكن ابتدي رايح العناصر ده ان شاء الله هتلعب مع سانداونس بس على حسب برضو وضع المباراة والنتيجة ممكن ربنا يكرمك فاول ربع ساعة تلت ساعة زي الماتش اللي فات جنين بتقدر ان انت تدي فرص بقى اللعيبة وتريح اللعيبة وكده انما في البداية لازم لازم ألعب فول تيم لان بلعب منافس قوي زي ما بقولك مش مباراة عادية في الدوري صحية زي المباراة التانية بتاعتها بنت بس المباراة جاية بتوقيت صعب وانت عايز تمشي كويس في البطولة دي فلازم تزبط الفرقة كبداية وان شاء الله على حسب بقى ظروف الماتش تقدر تعمل تبديل وتوفيق يعني سؤال بقى بره خالص الاطار ده حاجة بره بره الموضوع ده حداكو انت بتتفرج على مباراة الدوري بتستمتع بيها بنفس قدر استمتعك بمتابعة المباراة اللي كنت شخصية انت بتشارك فيها في وقتها؟ يعني هل الدوري زمان كان مختلف عن دلوقتي؟ هقولك يا كريم الدوري مختلف تماما عن زمان زمان كانت الفنيات عالية قوي بالرغم ان اللعيبة اللي بتاعها دلوقتي بينتقدونا بقولك انت الرتم كان هادي وبتلعبوا على الواقف وحاجات كده لا كان فيه لعيبة كتير جدا جدا عندها فنيات عالية بس الوقت ده كان كده عارف الله بيض وسود والالوان الوقت ده كان كده لان برضو ليه ما تقرنش اسلوب التدريب بتاعنا مثلا في السبعينات والثمانينات زي اسلوب التدريب دلوقتي الاجهزة الجديدة اللي طلعت احنا كنا الجيم بتاعنا عبارة عن حتة حديدة كده يعني هما جهازين بس انت فاهم ازاي؟ دلوقتي الكل عضلة في اللعيب اكتر من جهاز انت فاهم ازاي؟ الاكتر من كده كمان الاستشفى الاستشفى ما كانش احنا بالنسبان احنا اقولك رايح في البيت ما كانش فيه دلوقتي التلج والماء السخنة والمش عارف ايه مع بعضها انها تعمل كذا ومع هذا برغم الامبكاريات اللي كانت شوية انما بقيت الملاعب زي مثلا تروح السويس تروح مش عارف فين فين ملاعب صعبة جدا فبتأثر على الاداء والاصابات احنا قبل كده برضا او في الوقت بتاعنا اللي كان بيتصاب كان ممكن يبطل يعني الروباط الصليبي ده وقتها نهاية مسيرة كان بيبطل لعيبة دلوقتي الدكاترة بتتبارى مين يرجع اسرع يرجع اللعيب بتاعه اسرع الملعب اسلوب التغذية حتى كمان اختلف وقتنا كان الرز والمكارونة ممنوع والحاجات دي دلوقتي الرز والمكارونة اساسي لان النشويات وبتدي الطاق يعني المفاهيم كلها اختلفت عايز اقولك حزاء الكورة انت الحزاء بتاعنا لما كنا بنلعب بها كريم كنت لو قفت بيه بس شوية كده ما تحركتش تتعد تقييلي دلوقتي حاجة زي الريشة الكورة نفسها كورة اخفة من كورة بتاعدت زي بص لو عدت عددت لك بقى الكلام ده كل حاجة صحيح كل حاجة كل زوايا كمان برضو خلي بالك الاهتمام الاهتمام بالتصوير التلفزيوني طبعا طبعا ده والتغطية الصحفية والسوشيال ميديا اللي استجدت ومفيش حاجة بسخبة انت كان ممكن تتفرج على مطش ايامنا متعرفش مين اللي طلع الكورة ده وقلم التعليق بس وممكن لما المعلق بعض المعلقين كما المعلقين ما كانش عارفين اللي عايب فقولك طلعها الدفاع صحيح دلوقتي فيش كلام ماني ما هو مش شايف يا عيني كاميران ما هو مش شايف ما هو فوق برضو طبعا انما دلوقتي المطش على الهوى وبيتزع اكتر من مرة وبيتقطع في القنوات الفضائية المستجدد دي خلت المشاهدة اكتر امتاعا ولا مش شرط هي اكيد طبعا يعني التصوير وزي بقولك الملاعب والحلاوة بتاع دلوقتي اللي ممكنك بقى على متعة المهارات اللي تنشوفها على ارضات المهارات لا 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 يعني انا قاعد بستني حدك تخلص النقاط الكتير اللي انت بتخصهنة دي عشان اقولك برغم كل ده كان برضو دوري زمان هقولك بحسبة بسيطة احنا لغاية النهاردة الناس الكبار فاكرين اللعيبة القديمة اقولك كان فيه في النادي الاهلي كذا وفي الاسماعيلي كذا وفي الاتحاد وفي المصري وفي فاكرينهم دلوقتي فيه ناس لعبة 18 سنين محدش فاكرها لان الكرة تحولت من متعة وفن لقوة وسرعة واحتكاك وتاكلنج وتخبيط انت فاهم ازاي وبعدين المادة ما دخلت كنت لسه والله قد تعمل على طرف كنساني كنت لسه عايز اقولك والفلوس افسادت طبعا افسادت الكلام ده انت كنت وعالميا مش بس بحلية وبعدت مفاهيم كتيرة جدا كانت حلوة زي الانتماء والحب والحاجات دي بقت خلاص النهاردة انا تشيرت النادي الاهلي النهاردة ببقى تشيرت معرفش مين بكرا كذا في لعيبة في الدوري دلوقتي لعبت في ست سبع فرق انا زمان ما لعبت مثلا في روحت تلات شهور لإسماعيلي وبعد كده رجعت الاهلي تاني وبعدين روحت المقولين كان حدث وقال لك سندباد الدوري ومسندباد دلوقتي اللعيبة ما بتبقاش عارف وقال لك كريم فقط طب كريم هو دي هو السنة دي بيلعفين لا السنة دي بيلعفين هو كان في الجيش ده كده مش شغل محترفين ده كده شغل مرتزقة يعني انت مفيش ما بتقعدش السنتين تلاتة حتى مع فرقتك تقدر تعمل حاجة عموما كالعادة نسعت دايما مبودك معنا كبت الحاجين بوضاي ويعني الوقت لو كان أطول من كده كنا كمان عندنا أسئلة كتير ومالطبط أكتر نسحنا استمتعنا جدا كالعادة مبودك معنا وبشكرك جزيل الشكر لو أردنا وشرفتنا وأكيد كل الشكر برضو يعني لحضراتكم على حص المتابعاتكم لينا بحلقة النهاردة إن شاء الله بكرة يوم جديد وحلقة جديدة وعش الصبح في الاهلي صباح الفل